اكتشفت سازا فراديلا في سن الثانية والعشرين أنها خضعت لعملية ختان حين كانت طفلة وهي ممارسة مثيرة للجدل لا تزال موجودة لدى أفراد الأقلية الملايو في سنغافورا رغم التقدم الكبير في البلاد ففي هذه الدولة الحديثة والمنفتحة في جنوب شرق آسيا تظل الأعراف الاجتماعية تقليدية كما أن تشويها الأعضاء التناسلية الأنثوية المحظور في بلدان كثيرة غير محظور قانونا ويمثل مجتمع الملايو المسلم حوال عشر في المئة من سكان سنغافورا البالغ عددهم خمسة ملايين وسبعمائة ألف شخص معظمهم من أصل صيني وتقوم سزا ومجموعة نساء معظمهن مسلمات بحملات على إنستغرام كما يوزعنا منشورات لمكافحة الأفكار المتداولة بشأن هذه الممارسات وينظمنا ورش عمل لدعم الفتيات اللواتي تعرضنا لهذه العمليات وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 200 مليون فتاة ومرأة خضعنا لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتطاول هذه الحالات 31 دولة في مختلف أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا رغم صعوبة تحديد نطاق المشكلة بالدقة